طبعا هنا في عنا الشوب دروانجز هاي زي ما انتم ملاحظين بتكون مكونة يعني شو موجود فيها تلاحظ اذا وشي في عندي هون زي قريد لاين اللي هو هنا في عندك هو مكتوب طبعا اللي هو رقم 10 11 12 وتحية اللي هو الام 25 اللي هو رقم المبنى نفسه بتلاحظ ان اللي قريد لاين بيجي طبعا على عمدان المبنى او انه يعني بقسم المبنى الى اجزاء تلاحظ هاي اللي قريد لاين بيجي كل الكولوم زي هيك بيجيب لك مشان هون تحدد موقعك بالسايت ونفس الشي او بالمشروع هنا في عندك هاي اللي قريد لاين هون برضو الافقي كل مرقم اي بي سي بالشكل هاتف فان هاي اللي قريد لاين فارجيك وين ماشي هاي اللي قريد لاين وكيف مقسم المبنى طبعا طبعا كل الول او كولوم او اشي بيعملوا قريد لاين هذا طبعا تستلمو جاهز من المعماري او من المدني يعني تستلمو جاهز طب خلينا ننزل هون ونشوف الغرفة هاي مثلا هاي عندي هون هاي الغرفة الموجودة هون فيها هون موجود عندي دكتات طب خلينا اول شي نشوف هون طلاحظ زي فيه نقطة وطال على فوق ومعطيني على ايش تفاصيل هون طبعا هاي التفاصيل شو بتقولي بتقولي هاي التفاصيل انه هون خلينا نشوف هون في عندك الهول SD3A و RD3A 3 115 و 3 SD يعني Supply Diffuser RD يعني Supply Retain Diffuser فهون بتلاحظ هون كاتب لك 3 و 3 انه كم دفيوزر موجود عندي في الغرفة وهون نفس الشي 3 و 3 انه كم دفيوزر موجود عندي في الغرفة بتلاحظ عندي Supply Diffuser موجود عندي ثلاث حبات فاذا عندك هذا هاي Supply وفي عندي هاي الثانية وفي عندي هاي الثالثة طلع كيف التوزيع تبعتهم انه زي مثلث بشكل هاته انه كيف وزعه في الغرفة وهي الReturn عندي هاي واحد هون واحد هون واحد هون وواحد هون عشان صير سيركوليشن او دوران كامل للهوى داخل هاي الغرفة طيب نشوف شو فيه كمان معلومات عندنا هون الFlexible Duct الدياميتر تابعه 250 ملي متر او خلني احكي 25 سنتي او 10 انش كل 2.5 سنتي واحد انش او 10 انش بكون قطر الFlexible Duct الFlexible Duct لازم يشبك مع الدياميتر وهنا او 115 يعني اكمن CFM يعني الهو كمية الهوى اللي طالعه من هذا سبلاي دفيوزر انه لازم يكون يطلع منه كل دفيوزر بطلع منه 115 CFM لو تضرب 115 ضرب ثلاث بطلع عندك 345 CFM هوا حطين لهاي الغرفة طبعا هنحكي بالCFM بتفاصيل اكدر فاذا هذة اول معلومة انا بنستفيد منها بالنسبة للشوف الشوب درونج تبعتي نشوف طيب نرى ما فيه معلومات في الغرفة في الغرفة هذه الدكت من أين جاي؟ هذه الدكت الرئيسي ماشي من عنده هنا و أعطى التفريعة على الغرفة هذه في التفريعة هذه نرى أن هذه الدكت أعطيك مقاس الدكت 450 مم و 350 مم وهي هذه أبعاد الدكت بعدين تلاحظ هنا كما تسمى التفريعة هذا ما يسمى شو أو الحذاء وهو كيف أن الهواء يكون ماشي مثلك وهذه الكسحة لكي تجعل الهواء يمشي من هنا و يذهب من هنا فإذا هنا لديه هاي الشو بعدين هنا لديك شيء وهو فوليوم دامبر فهذا فوليوم دامبر عشان يتحكم فيه كمية الهواء فوليوم يعني حجم دامبر يعني لوت دامبر يعني بوابات فإذا هذا فوليوم دامبر عشان مثلا هاي الغرفة بلتزمني إلها 445 CFM بتحكم بالفوليوم دامبر حيان يعطيني كمية الهواء اللي أنا بتناسلي اللي هي الـ 445 CFM طيب نشوف هذا الاشي اللي هون هذا شكله V A V هيك توقعاتي V A V نشوف هنا مش مكتوب S V T 510 ECO أو E HO أبصر شو هاي لأنه هذا المخطط هذا مشروع أنا ما شتغلت عليه بس إنه استلمته من الشديق لأيلي وحب أن ندردش فيه فإذا هنا أتوقع أنه هذا عبارة عن V A V اللي هو الـ V A V فإذا هذا هو ال V A V هيك توقعاتي يعني عشان إنه هذا V A V كأنه مكيف داخل الغرفة هاي عشان يكون طبعا هذا مشبوك مع الثيرموستات شايف هذا حرف T يعني الثيرموستات يعني هذا الثيرموستات بقيس درجة حرارة الغرفة بناء على درجة حرارة الغرفة بعطي إشارة أو signal لهذا V A V فهذا V A V يكون جواته زي باب أو بوابة يصير تفتح وتسكر حسب حرارة الغرفة يعني مثلا إذا كان درجة حرارة الغرفة وصلت إلى 22 درجة واحد عير ويقوم بإمكان الثيرموستات إشارة لهذا V A V أن V A V سكر يسكر V A V مثلا أو بارشلي يعني يسكر جزئ بحيث أنه ضخ كمية قليلة من الهواء لما ترفع مثلا درجة حرارة الغرفة فنفترض إلى 26 درجة يأتي الثيرموستات إشارة ل V A V أن يفتح فنفتح ال V A V بمقدار معين أو نسبة معينة لكي يعطي كمية الهواء المناسبة لهذه الغرفة وإيش تكيف الغرفة بالنسبة العملية التكيف طيب دعونا نستمر هنا هنا يكون اسم الغرفة كما تلاحظون هذه الغرفة تبعة المدير وهو مكتوب هنا منجر هنا بالعربي مكتوب مدير شعبة وهو مدير الشعبة وهو مكتوب منجر اسم المبنى M25 F46 هذا رمز للغرفة طبعا كل غرفة يكون لها رمز تلاحظ هنا مكتوب M25 هو المبنى F46 الغرفة الجنب ستلاحظ بأوله F47 بالشكل كل غرفة لها رقم مثلا تقول للعامل المعلم يشتغل تحت ايدك روح ويشتغل الدكت تبعها فأنت بتروح بيجي المعلم وبشتغل الدكت بتقوم للإشراف بعد من تخلص الشغل هات بتقول للإشراف والله أنا خلصت الغرفة M25 F46 ترفع ورقة للإشراف عساس انه يجي عندك على المشروع او الاستشاري مشان يشيك الشغل تبع الغرفة هاي وبحط ملاحظاته حسب المشروع وطبعا بقوم ابروف او رجكت وعيد الشغل من اول مجديد طيب قلينا نشوف هون مكتوب هون مثلا هان عندك اللي بتلاحظ هون زي نقطة سودا وماشي خط زي هي فإذا هذي النقطة السودا محطوط على الدكت هذا هذا الفرع من الدكت مقاسه 350 ملي في 150 ملي يعني 35 سنتي في 15 سنتي أبعاد الدكت BOD يعني معناها bottom of دكت يعني أسفل الدكت كيف ارتفاع الدكت عن سطح البلاط هنا ارتفاع الدكت عن سطح البلاط عبارة عن 3 متر و 5 سنتي يعني 3050 ملي متر يعني 3 متر و 5 سنتي ارتفاع الدكت من الأسفل عن سطح البلاط يأتي المعلم أو العامل يتطلع على هذا الرمز يعرف أنه يجب أن أركب الدكت طوله بعرض هذا القد مثلا وأنا أرفعه من سطح البلاط بالشكل هذا طبعا هذا الرمز أنه هذا الرمز أنه هذا معزول والسهم هذا أنه تجاه الهواء مثلا بالاتجاه هؤل عندي اتجاه الهواء طيب دعنا نمشي هون بتلاحظ هون برضو VD VOLUM دامبر هم يضع VOLUM دامبر على كل برانش فهون عندي هذا البرانش يضع عليه VOLUM دامبر هذا البرانش محطوط عليه VOLUM دامبر طبعا هون نسي يضع VOLUM دامبر أو يوفر مصاري المقاول يوفر مصاري فأجل الإشراف كان يفتح فضاف لهم هون الإشراف يضع لهم VOLUM دامبر طبعا من تضاف الإشراف خلاص مجبور انت تضيف طيب هون بتلاحظ نفس الشي عندك النقطة السوداء هاي نفس الاشي بعطيك شو أبعاد الدكت هاد اللي لازم تكون 400 300 40 30 سنتي و كيف ارتفاعه من سطح البلاط نفس الشي هون كيف ارتفاعه من سطح البلاط اللي هو bottom of duct على 27 سنتي و مصف و كيف المسافة والأشياء هنا طبعا المسافة اللي هي بين الدفيوزر والدفيوزر اللي هو 40 سنتي وتلاحظ هون برضو معنطيك المسافة من الواجهة هاي أو من الواجهة لوين لحفة الدكت من عندها لازم يكون المسافة هاي مترين و 2 سنتي و نص ابعيدة عن الواجهة نفس الشي هون حط لك برضو المسافة اللي هي هاي متر و 30 سنتي برضو من الواجهة قديش تركب لها نص الدكت هاي شكله شكله نص الدكت أو لنص الدفيوزر قديش لازم برضو تكون ابعيدة عن الواجهة طبعا هون الدكت فعلا لا نص لانه لحفة من الوال لحفة الدكت هون لازم يكون عناك بعيد متر و 10 سنتي طيب هسه هون فيه رمز هون 500 300 W O W شكله هذي هي عبارة عن فتحة الريتين هاي فتحة الريتين بتكون طبعا في الواجهة نفسها بس بتكون على العالي فهون هاي الفتحة عساس انه الهواء تبع الريتين ينشفط من هاي الغرفة ويروح في الكرادور باتجاه الريتين دكت لانه زي ما تلاحظين هون الريتين دكت مش موجود فكيف بتترجع الهواء من الغرفة على المكيف الرئيسي الرئيسي او الاه اتشيو بتكون انت عامل فتحات في الوال هاي الفتحة اللي بتكون موجودة في الوال بيكون محطوط عليها ابعاد ها اللي هي 550 في 300 هي بارعن فتحة موجودة في الوال اللي بسموها Wall Opening W Wall O من Opening يعني فتحة في الوال اللي هي الوال opening للريتين دكت او الريتين اير فش لانه هون فش ريتين دكت فالهواء بنشفط من الغرفة بدخل من هان وطبعا اكيد فيه ريتين دكت في مكان ما هنا مشان هو بسحب الهذا خلنا حاول اندور عليه الريتين دكت طيب بالعاد بيكون مو مفرد بيكون قريب من المنور فاذا هاي هاي تلاحظ انه فيه طلاسم بس لما دققنا في الطلاسم هاي تلاحظ انه صرنا نفهم هذا المخطط طبعا الاشي المش مهشر بالشكل هذا بيكون عبارة عن البلوك وهذا الاشي المستطيل صغير فراغ بين البلوك او بيكون معزول هذا فراغ في المبنى وهذا هو الجدران الداخلية او الالتيرنال وال وهنا يسمونه اكستيرنال وال يسمونه الجدار او الجدار الخارجي وهذا هو الجدار الداخلي طبعا هؤلاء هؤلاء كلهم دمبر اللي هو VAV هذا كله بيكون عبارة عن VAV لكي كل غرفة تأخذ درجة الحرارة المناسبة لها دمشي مع الدكت الرئيسي طبعا نفس الشي الدكت الرئيسي تلاحظ هنا اضع ابعاد الدكت الرئيسي او المين دكت هذا خمسمية بثلاثمية وخمسين مليمتر والبتم تبعه هذا هذا يسموه branch او فرع هذا فرع وهذا هو main line او main duct وهذا التفريعة تبعته من هن دعنا نمشي مع main line من هن تلاحظ انه main duct نفس الاشي هنا كان دكت كبير 900 في 550 وهي bottom of duct انه ارتفاعه من سطح البلاط وهنا بعيد عن 20 سنتي بعيد عن الجدار الداخلي او يسار الفرع اليمين التي اخذت 60 سنتي في 450 وتفرع اليسار 650 في 450 هذا مثل تفريعة بانطلون نسموها بانطلون يعني تفرع يمين وتفرع يسار بالشكل هات دعنا نلحق المل line ننزل لتحت بالشكل هات من هون تلاحظ نفس الاشي هاي الدكت العملاق كبر هون صار عندك 1000 سنتي يعني 1000 ملي متر في 550 يعني متر في 55 سنتي الدكت ومعطيك ارتفاعه طبعا هذا هو ابوهم الاكبر هو ابو المتر و20 سنتي في 650 برضو بتفرع يمين وشمال لانه هذا عبارة عن مبنى ضخم خلينا نمشي بتلاحظ هون هاي غرفة الميكانيك مفروض انه من هان هذا منور مفروض من المنور وين بطلع على الطوابق الثانية ويظل مكمل للسطح لانه احتمالية انه هذا يعطي الطابق الارضي والطابق الاول هذا في دكت ثاني مثلا بطابق الثالث والطابق الرابع مثلا حسب المشروع هذا هو الدكت الرئيسي الموجود من هنا وكيف يعطي طبعا هنا حطي لك ملاحظة انه بده تفاصيل وتلاحظ هاي الفيار دامبر هذا وهو فيار دامبر انه عشان الحريق لما في حالة الحريق انه ما تنتقر الحريق من المبنهات يدخل المنور ويطلع على الطوابق الفوقانيات او انه يطلع مثلا على السطح طيب دعنا نشوف هنا شو في اشي كمان هنا طبعا في md md يعني motorized dumper AHU اللي هي air handling unit طبعا نحط لك AHU مثلا F02 شو رقم AHU انه عندك AHU F1 F2 F3 هذا في جزء يكون على السطح محطوط 10 AHU حسب عدد AHU هذا AHU هذا الدكت تابع AHU F02 هذا الدكت تابع طيب خلينا نشوف هنا شو في اشياء exhaust air duct في عندك هون isolator model خلينا شوف شو هذا exhaust air duct هاي هذا exhaust air duct هاي موجود هاي بعطيك من هنا النقطة هاي exhaust air duct البطلع على السطح موجود عندنا من هنا خلينا نشوف شو في اشياء ثانية اتوقع توقعاتي هذا الريتيرن مترائز دامبر في return duct خلينا نمشي معه يعني مفروض انه يكون في المبنى هذا في عندي برضو زي منور بطلع على السطح في return duct يعني او انه انا هس عناي غبش بس توقعاتي انه هذا هو return duct هاي توقعاتي هاي اللي هو fire dump لانو محطوط عليه fire dump و تلاحظ هون هاي bill mouth تبعت و بظلوا من هون طالع وين على الروف لانو كل الغرف هاي بتكون مفتحة فهنا هاي تقسيمة المبنى طبعا في تفصيلة اكثر من هاي 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 هون في عندك هاي التفصيلة فخليني ياسا اشوف shop drawing وراجع هذا detail هون بلكن بتكون هاي مكبرة اكثر وان شاء بتكون اوضح بس هنا بفرجيك المبنى بشكل عام كل يات وكيف inducting layout طبعا يكون هون زي ما احنا شايفين انه مقسم اربع اقسام في عندك part 1 part 2 part 3 part 4 لازم يكون مقسم عندي بالشكل هاي وهنا مكتوب الماتش line كيف لما نطبق مخطط مع مخطط ثاني فهس بدنا نشوف الهو part اللي ثاني نقدر نحكي عنها في shop drawing فاذا هذا المخطط العام وهس بدنا ادخل على المخطط التفصيلي part 4 من drawing طبعا هذا عشان مبنى كبير قسمو لأربع اقسام المخطط فاذا نروح هون على هون بتلاقي انه عندي drawing هاي نقسم اربع اقسام هاي قسم قسم ثلاث اربعة هس انا فتحت القسم هون هون على drawing طبعا هاي القسم هذو 12 11 10 هذول بالنسبة لل grid line مش اعرف اين مكاني وهنا ABC نفس الشي هون 10 11 12 12 وعند ABC فاذا انا فاتح part اللي انا بدي اياه هو part الصح طيب خلينا هسا نشوف هون ونعمل زوم في المنطقة هاي ونشوف شو هاي the drawing فاذا هاي the drawing بتقول لك هاي the first floor plan part 4 لل HVAC وطبعا مسمى تسمية وانها revision 1 والجماعة موقعين عليها طبعا زي ما تم لاحظين هون هذي ماخذة هي code B لان approved with notes approved with notes يعني code C C D و هون بتيجي عندنا هو code A طيب خلينا نعمل شوف شوف عندي اشياء هون في الرسمة فاذا احنا قلنا خلينا ندور وين موجود عندي return duct فخلينا اعمل zoom على المنطقة هاي فاذا هاي 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 عندي غرفة المكانيين احنا قلنا انه هذا في عندي هو جاي عندي اسمه return duct هانا نشوف دكت هذا وين واصل خلن نمشي لقدام هون في عندي هاي اسمه bill mouth bill يعني جرس mouth يعني mouth يعني ثم فاذا هذا bill mouth يعني انه جاي لهو ثم لزي الجرس هيك تقريبا تقدر تفسير ها بالعربي فاذا هون عندي هذا هلول bill mouth وتلاحظ في اسهم داخل زي هيك معناته هذا برضو كمان return air بدخل في الدكت هاد المنور اللي كان موجود تحت فاذا هاد الهوى الهوى اللي بلم الهوى من كل الغرف هاي من خلال الفتحات هاي اللي هاي الفتحات الموجودة هون اللي هي wall open طبعا هون مش حطين رمز wall open بس مفروض انه محطوط الرمز هاي مثلا هون هاي محطوط w o يعني wall opening فاذا هان في عندك الهوى الفتحة اللي من خلالها الهوى بطلع من الغرف من هان بظل ماشي 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 لحد ما يرجع الوين لهاي الbell mouse الهو return duct و return duct بظل ماشي الهوى جواته طبعا من هون بطلع الهوى في المنور و طالع على الروف و برجع لمكينة الهوى الهوى فخلينا نشوف ما فيه اشياء ثانية اخيرا نقدر نحكي عنها قبل ما نسكر موضوع الهوى شب drawings نطلع لفوق شوي دعنا نعمل zoom out اه هاي هون عندك الهو الاختصارات كلمة اختصارات مثلا شو معنا كلمة HVAC يعني Heating Ventilation and Air Conditioning لما تشوف الرمز FF AF يعني مثلا اللي هو Supply Air Duct لانه انا حافظ الرموز مع الخبرة فانت يعني وتم تكن تحفظ الرموز يعني شغلتك يعني سبوع بتكون حافظ كلهم يعني مش قصة كبيرة فهونا Supply Air Duct طبعا ما يكون مكتوب جنبو والريتير والاشياء مثلا F A يعني Fresh Air S اللي هو Little Per Second وظلك ماشي فإذا اي رمز انت مش عارف مثلا VD يعني Volume Dumber MD وهو Muterized Dumber واشياء زي هك طيب هسا اهم اشي في الموضوع بالنسبة لانه كمهندس موقع ايش اهم شي انك تنزل على في الموقع انها تكون Approved Code B يعني هون خليني ارجع هون وتلاقي هاي الكودات اللي هو الختم انه يكون عندي معلم على Code B او Code A بس بالعادي اغلب لدروينج مستحين تيجي Approved إلا يحط الاستشاري يعني كومنتات عليها يعني لو حتى كومنتات مجرد دي باجة بتنحط على كل المخططات فاذا لازم تشتر على مخطط يكون عنا هو Code B هذه اول شغلة ثاني شغلة انه جديد اللي هو Revision 2 بتمسك Revision 2 بتقوم تطباحها بتنزل على مشروعك بتلم من كل العمال ومن كل الفورمانية يعني المعلمين الموجودين تحت ايدك بتلم جميع المخططات اللي موجودة عنا اللي هي Revision 0 بتمزحها بتقطعها وبتمزحها وبتسلمهم المخططات الجديدة اللي هي Revision 2 ممنوع يكون في المشروع موجودة Revision القديمة في المشروع بين ايدين العمال لانهم في احتمالية كبيرة كثير ان العمال يعني الناس جهلين يعني انه يستخدموا Revision 0 ولسه في Revision 2 بالاخير تلاقي حالك في اخر المشروع انه انت خابصة الدنيا معك وفي التصليحات واشياء يعني لازم تعديلات كثيرة تكون موجود عندك وبهاي الحالة ما احد راح يلوم العامل او المعلم راح يروح انت كمهندس مشروع راح الناس تلومك وانت بالنهاية بجوز تخسر وظيفتك منشان الشغلة هاي فاذا دائما تتأكد تماما انه انت موجود عندك اخر Revision لدروينج في المشروع بتمزع كل المخططات القديمة وبتسلمهم المخطط الجديد اللي على اساسه لازم يشتغلوا عليه في المشروع ياريت ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتسلخوا لايك وتعملوا شير لاصحابكو مشان يستفيدوا مثلكو واللي في عنده اسئلة او افكار لدروس معينة يكتبها تحت